المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية الإنسانية والإغاثية والتنموية وسجلت أولوية بمبادراتها المستمرة في المساعدات على مستوى العالم بحسب التقارير الصادرة من منظمات عالمية ويعكس الحرص السعودي على إغاثة الضحايا والمنكوبين رؤية المملكة النابعة من إيمانها بمبادئ حقوق الإنسان وضرورة إنقاذ الروح البشرية من الهلاك بمختلف الوسائل الممكنة لذا تجد المملكة دائما تمد جسور الإنسانية إلى البلدان المنكوبة ولعل آخرها إعلان حملتين لإغاثة المنكوبين في ليبيا والمغرب وتكمن ريادة المملكة في مجال العمل الخيري والإنساني على مستوى العالم في العديد من المبادرات الإنسانية والمساعدات من منطلق إيمانها بأهمية الدور الإنساني والتنموي الفاعل عبر عدد من مؤسساتها الإنسانية أبرزها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي تأسس عام 2015 ليكون مركزا دوليا مخصصا للأعمال الإغاثية والإنسانية وفق أسلوب تنظيمي يضمن دقة وصول المساعدات لمستحقها حيث طالت المساعدات الإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ إنشائه أكثر من 6 مليارات دولار لأكثر من 92 دولة أبرزها اليمن وليبيا والمغرب والسودان وسوريا وباكستان وعدد من الدول الإفريقية والآسيوية كما ساهم الصندوق السعودي للتنمية بتمويل أكثر من 700 مشروع تنمويا في 85 دولة وانطلاقا من دور المملكة العربية السعودية الخيري والإنساني والريادي تجاه المجتمعات المنكوبة في شتى أنحاء العالم برز الدعم السعودي عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وبرنامج مسام لنزع الألغام من الأراضي اليمنية وغيرها من برامج التأهيل والتدريب الإنسانية بالإضافة إلى البرنامج الطبي السعودي لفصل التوائم السيامية على مر الأعوام كانت وستظل المملكة العربية السعودية مثالا وأنموذجا يحتذا في وضع البعد الإنساني على أولوية اهتماماتها مجسدة من خلاله أعمال الخير إيمانا منها بأهمية الدور الإغاثي والتنموي تجاه كل الدول المحتاجة فمملكة الإنسانية لا يمكن أن تتدخر يوما جهدا على مر التاريخ في سبيل إنقاذ الروح البشرية ومد يد العون والمساعدة لكل محتاجة ترجمة نانسي قنقر